نروح بقى لملف الصحة ومبادرة 100 يوم صحة المبادرة اللي عادة منها ما يقرب من 60 يوم تقريباً باقي حوالي 40 يوم في هذه المبادرة اللي أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه من خلالها تم تقديم 23 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم الخدمات كلها بتقدم مجاناً دكتور حسين عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان اتكلم وأعلن عن تفاصيل المبادرة وقال أن هي بتعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية اللي بتتوجه للتجمعات السكانية وأكد أن المبادرة دي الهدف منها هو تقليل الأعباء على المواطنين وأنه الفحص الطبي والعلاج كان بيحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية وأنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ 15 يوم اللي فاتت من مبادرة ميت يوم صحة واتكلم كمان على أنه بيتم الاهتمام بمبادرة الصحة عشان الهدف برضو هو الوصول للمواطن في الأماكن اللي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وده من خلال العيادات المتطقلة لا شك أنه حياة كريمة هذه المبادرة الإنسانية في المقام الأول غيرت حياة ملايين الأسر المصرية مبادرات صحية وقوافل طبية متنقلة تصل لكل الناس في مختلف التخصصات الطبية علشان الأسر الغير قادرة كمان تقدر تطمن على نفسها الكشف بيتم مجاناً الأول العلاج بيتم مجاناً إذا الحالات بتتطلب العلاج على نفقة الدولة بيتم إصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة جراحات عجلة في تخصصات دقيقة جداً عندنا أمهر الأطباء في مصر بيقوموا بهذه العمليات الملف ده والحين لانتهاء من التأمين الصحي الشامل لكن الملف ده بمبادراته الصحية المختلفة بداية من 100 مليون صحة والكشف عن مرضى فيروس سي وعلاجهم بالمجان ومبادرات متعلقة بصحة المرأة ومبادرات للكشف عن أنواع سرطانات مختلفة مبادرات للأطفال في المدارس مبادرات لحديث الولادة والأم والجنين وتنظيم الأسرة هو ملف يعني حقق نجاح كبير جداً جداً